شروط الصلاة شرط نماز الأول الإسلام شرط نماز الإسلام فلا تصح صلاة الكافر نماز نبير نك من يسبب الرب يسبب النبي صلى الله عليه وسلم يستهسب الدين الإسلامي أنا سوية الله سبحانه وتعالى سوية بسانيك صلى الله عليه وسلم يسميها سسافيرهم إسلام يطوف حول القبور يدعو غير الله يدعو مثلا الجن أصحاب القبور كما تحدث موخي الوقت أبلغ جعل يعجب الشرط موخي الوقت فلا تصح صلاة المجنون وهذا هو أمر ان النامز لا يستطيع الناماز وكذلك على كل شيء أصلاب أتركه من ذلك fishing الذين يشغل أعنف في ذلك المرة وتقال لساسل نعم، وإذا إجد أن أسمعوا النامز أخذ عن هذا الصعب أخذ من المرآت في الصعب والوقت الذي أخذ منه فهو يستطيعون أن أصلاب فهو يستطيعون أن تصلاب وإذا لم يستطيع أن أصلاب إن شخص يتدفع من كبيرا وصف الضوور وصف الضوور وراجعة عند استخدام أداسك عام في أقل وراجعة معاملات يقفل أطناء الأخيرة أدعان ان يتدفع قول على الأمر الأخيرة لتنزيل مغلق فإن هذا الرئيس يقول إجراء الأخير نعم ثلاثة الأعادة للشخصين فلغالبا إبن سبع سنين يوميز؟ نعم، فهل تصح صلات الصغير؟ نعم، إذا كان يوميز فرقبا إشاء تصح صلاته إلا لا تصحه الله أعلى وله إن يمكنك التهرى في جسم لكنه يوميز فرقبا إذا كان يوميز فرقبا إذا كنت يوميز فرقبا إلا لا يوميز فرقبا إلا لايت بأكد اشتركوا في القناة